طبعاً بعد الشيخ ناصر بن أبي نبهان صاحب كتاب الإضاحة النظم السلوب والخلاف بين الشيخ ناصر وبقية شيوخ التصوف حسب قراءات البسيطة أن الشيخ ناصر بن أبي نبهان كان أكثر عمقاً في الفلسفة العقلية أو الصوفية العرفانية إن صح التعبير وكان معجباً كغيره من شيخ التصوف في ابن الفارض إعجاباً كبيراً وهو الوحيد الذي ألف كتاباً مستقلاً في الفكر الصوفي العرفاني وإن كان هو كما بيّن في المقدمة لم يريد تأليف هذا الكتاب وإنما كان يقرأ البيت من قصيرة تاية ابن الفارض ويضع بعض الشرح البسيط تحت كل بيت ولكن أحد الأخوة طلب منه أن يؤلف في هذا الأمر كتاباً وبالتالي هذا الكتاب ألف من أجل أن يدخل الإنسان إلى هذه المعرفة من أوسع الأبواب من صح التعبير ففيه حقيقة يعني مصطلحات جديدة لم تكن في الفكر الإباضي أبداً بل ولم يذكرها بقية الشيوخ تصوف الإباضي بصالحات عميقة خاصة في الجزء الأخير من إضاحة نظم السلوك كلام عميق جداً يعني يشي أو يصل بإنسان إلى باطنية الجمع وقمع الجمع وما إلى ذلك يعني يحتاج إلى دقة في يعني في النظر ومن ضمن الأشياء يعني الشيخ ناصر بن أبي نبهان كان معجباً بابن الفارض أعجاباً كثيراً فهو في البداية يعني بداية الكتاب يقول بأن هذا الشيخ كأنما يغترف من مدد إلهي وبحر رباني هذا فيه كلام يعني يعجاب الشيخ ابن الفارض رغم أن يعني بعض الشيوخ الإباضية يعني بعض من غير أهل التصوف سؤالة عن ابن الفارض قال هو زنديق من الزنديق بحسب طبعاً بعض التوجهات يعني وأيضاً أمر الآخر نجد أيضاً أن الشيخ ناصر بن أبي نبهان في بعض أنا حسب ما قرأت بعض الفقرات في إضاحة نظم السلوك عندما كانت مخطوطة قبل أن تطبع يقول بعالم المثل وهو عالم الحقائق المقردة في بعضي يعني شبيه بالنظرية المثل الأفلاطونية أفلاطون نعم في بعضي يعني الفقرات هذا واضح وذكرت هذا في رسالة الدكتوراه البعض الصوفي ويعني في مواضع أخرى ينتقد ولا يقول بعالم المثل طبعاً يقول بعالم المثل يعالم الحقائق والذوات المقردة نظراً لقراءاته الفلسفية الصوفية الأرفانية ربما يعني ثم يعود فينفي عالم المثل ربما بسبب يعني معطيات العقيدة إن صح التعبير إذا القديم هو الله تبارك وتعالى ولا يجوز أن يكون هناك مع الله تبارك وتعالى يعني أي عالم آخر مهما كانت هذه التعريفات لهذا العالم وبالتالي تجد هذه المنزعة كذلك مثلاً ذكر ذكر بأن أفضل شيء وأقل شيء في الوجود هو العقل النوراني ضمن الأشياء وذكر بأن لله تبارك وتعالى صفتين بأن صفة الله تبارك وتعالى تطلق على معنيين العقل يحتاج إلى وقف يعني وجدت هذا في كتابه أن صفة الله تعالى تطلق على معنيين المعنى الأول صفة لذاته والمعنى الثاني السر إلهي يقذفه الله تبارك وتعالى في بصيرة عقل المريد أو الولي وهو نور عظيم لا يدعو إلا إلى الله تبارك وتعالى فإذا قلنا بأن الصفة هي السر قد يكون هناك إشكالية هل الصفة وهي نحن نعتقد أن صفات الله هي ذاته تحل بالشخص هذا إشكال ولا أظن أنه يعني هذا ولكن يعني أثر الصفة أو انعكاس الصفة أو ما يتبادر للإنسان في خلوته من معرفة معاني الصفات دم يقول الله قدير الله سميع الله بصير الله حي قيوم خافض رافع تجلي الصفة وليس الصفة بكونها وذاتها تجلي الصفة أو معاني تجلي آثار ومعاني الصفات في قلب السالك فينعكس من هذا التجلي وجود هذا النور الإلهي بسبب كثرة التفكر في يعني عمق ومعاني هذه الصفات وانطباق هذه الصفات في الواقع قد تعالى كل يوم هو في شأن بهذا المعنى انطباق هذه الصفات في الواقع من رفع وخفض وقبض وبسط ورزق ومنع وحياة وموت وما إلى ذلك فمؤكد أنه يقصد هذا هذا المعنى شر له القرآن عبدًا من عبادنا أتيناه رحمةً من عندنا وعلمناه من لدنا علم العلم الوهبي ما يسميه بضّف بضّف يعني هذه حقيقة الأشياء يعني ذكرها في في هذا الكتاب وبيّن هذا بشرح في هذا الكتاب وعلى كل حال يعني المصطلحات التي ذكرها الشيخة الشيخة ناصر بن أبي نبهان رحمه الله هذه المصطلحات تحتاج إلى نظر فكل أحد يؤخذ برأيه ويرد إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعني يحتاج أن ينظر في هذه المصطلحات وتؤثر في الإطار الشرعي الديني من باحث متمكن في المجال العقلي أولا والشرعي وفي المجال الصوفي أيضا فيأخذ منها ما وفق الحق ويرفض منها ما عرض حقه وهذا في كل أمر يعني في كل مؤلف سأسألك بعدين عن تخيمك الشخصي لهذه الموضوعات ولكن قبل ذلك الشيخ ناصر بن جاعد الخروصي ألم يواجه مثلا حصارا أو رفضا أو نقدا أو أذية أو من الجو اللي حوله عادة من يتوجه خصوصا يعني في فكر ابن الفارض وهذه الأشعار يعني هذا المجال اللي دخل فيه فألم يواجه نوعا من يعني الانزعاج أو التحسس في المحيط العلمي أو المحيط الديني عندكم أم لا كان لأن الظروف كانت يعني متوازنة وهو كان محيط للفارض هو حقيقة وواقه معاناة في المنحة السياسي يعني طرد من بلده وقريته وذهب إلى نزوة بفترة من الفترات ويعني هدم بيتهم وطرد هو وإخوته يعني بعض الحكام وانتقل إلى يعني نزوة وكما قلت أخي هادي بأن هذه المطاردات السياسية قد هي التي تولد في الإنسان وتدفعه دفعا إلى مثل هذه الخلوات أو إلى اللجوء إلى مثل هذه العلوم والمعارف وهذا ليس ضعفا البعض يظن أن أن هذه ردات ردات فعل ضعيفة يعني لا ولكن هذه حقائق واقع يقع فيها الإنسان يعني بطبيعته البشرية فهو باستمرار يحتاج إلى منقذ ويحتاج إلى الخالق تبارك وتعالى لتفريج همه وكربه وقد يكون هذا عن طريق الدعاء وعن طريق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى يفروا إلى الله نعم وهذا موجود حتى أثبته علم النفس الآن أثبته هذا المعنى أما في الإطار المخالفات فيما يخص بالفكر نفسه يعني فكر صوفي نفسه فلما يجد أن أنه Technology مخالفة سوى أن الشيخ ناصر من أبي نبهان كان يحاول أن يوفق بين الدين والفلسفة فكان يرى أن الفلسفة تحق كما أن الدين حق ويرى أن الخطأ عند الفلاسفة لا يعني رفض الفلسفة بإطلاق كما أن الخطأ عند علماء الدين لا يعني رفض الدين بإطلاق وهذا يظهر في كتاب التمهيد للشيخ محقه الخليل سبحان الخليلي ويعني ربما وكان أيضا ينظر الشيخ ناصر أبي نبهان إلى أفلاطون نظرة إعجاب أيضا هذه نقطة مهمة ينظر إلى أفلاطون وأرصه نظرة إعجاب كمعه كثير من الفلاسف والعرباء المسلمين أفلاطون الإلهي وأنه على صورة موسى الكليم وما إلى ذلك وأنهم بل كثير منهم يعني نحى هذا المنح الصوفي مسايرة لهذا الركب اليوناني الصحة تابير قالوا هذا ربما فيه حق في حق من من ولعلهم أنبياء ورسل سبيقون وأنه عندهم فكر عظيم يعني فأرادوا فأتوا بهذا الفكر وأرادوا أن يضبطوه بالمركز بالشريعة ويوفقوا بينه وبينه ويوفقوا لعن بينه وبينه هذا ولكن هذا نوعا ما واقه يعني لا أقول معارضة شديدة وأنها موجهة نظر معارضة من المحق الخليلي قال بل نحن أفلاطون لا نعرف عنه وعنه شيء إلا ما نقل إلينا من في الكتب الفلسفي وتحت من الصحة والخطأ يعني وحقيقة بعض الكتابات يعني تقول عن أفلاطون كلام غريب وعقيب يعني ينزل به إلى مرتبة يعني إذن هو أمر يعني خاضع للنقاش والحوار العلمي والبحث واختلاف الأراء جميل جدا